مساء الخير وأهلا بكم في حكاية جديدة من حكاية نجاح النهاردة هقول لكم الحكاية بتاعتي ابتدت تعرفي معاها من 3 سنين بالزبط بطل حكايتنا قاعد على الكورسي ده وكان رجل ليه اسمه في مجال السياحة رجل معروف ليه شركته تقول اسمه في أي مكان الناس تقول لك اه طبعا ده ناس صمعتها طيبة وزي الفر دي كانت أول مرة المرة اللي وراها طموحه كبر كان بعد سنة قال لا انا مش عاجبني ان انا يكون رجل شغال في السياحة وشطر وبس انا نفسي يبقى لي مطار بس صعبة شوية ما معايش فلوس طب انا قدر اعمل ده ازاي ان انا يبقى لي طيارة او حتى حتة من طيارة فهو من اول الناس اللي دخلت الشارتر في مصر الطيران الشارتر او المشترك ان انا اروح له يقدر يوفى لي مكان في طيارة بتاعته بسعر اقل وفي الموعيد المتاحة وكل حاجة تمام التمام سنة اللي وراها لما كان معاينا كان دق دق بقى قوي في الشغلينة راح البلد دي والبلد دي وعرف التأشيرة دي بتتاخد ازاي وهنا ايه اللي يحصل وهنا اللي مش عارف ايه فبقى عنده قدرة غير طبيعية ان انت تروح له من اول ما يشوفك كده وقال لك بس انت تروح البلد الفلانية او تاخد تأشير او ما تاخدش والمرة اللي وراها كنا بنأكد على نجاح الحلقات بتاعتنا وان احنا الحمد لله كل حلقة كتبتجيب ملايين المشاهدات من جير ما بنكون بنقول محتوى سيء او بنشتم او بنعمل شيء نخجل منه الحقيقة انا بتشرف به لاني حقيقي والله العظيم طول ما انا قاعدة فعايب اتعلم طول ما انا قاعدة اقول اه اه لانه طول الوقت بيقول لي معلومة جديدة انا باكتسبها فبحس ان عقلي كبر معاه سنة ولا سنتين خلونا ارحب بديه في العزيز جدا جدا الاستاذ والدكتور احمد الشيخ المدير التنفيذي لشركة بافلي ترافل عامل ايه؟ الحمد لله ربنا خليك شكنا على الكلام الجميل ده وشهادة والله يا عبدالله قلناك كلام الحلو؟ اه طبعا طيب شو كلام مش حلو ولا ايه؟ بصوا طبعا انا زعلنا منك جدا ليه طيب بصوا بجد وبأمانة انا واخدى على خطري وقلت مش هقولك من وحنا برا انا هقولك وحنا على الهوى عشان ما تلحقش تحضر حجة ميش؟ قولي لي ايه طيب بصوا بعد الكام حلقة اللي عملناهم الحمد لله جابوا مشاهدات كويسة جدا فكذا حد بقى من القرائب والصحابة تصلوا بيه والله عايزين نسافر تعرفي الشركة عرفها تمانيها برقبتي طب عايزين تأشيرك اديتهم رقمك انت شخصيا وعشان ما تقوليش لأ ده اصل في الشركة قالوا رقمك والحقيقة ان رجعوا لي مرة تانية قالوا لي ان انت حتى مرضيتش تاخد منهم الورق ولا تقدم لهم على تأشير حصل اه كانوا تلاتة تقريبا اه حصل اه حصل اتا ما بتنكرش لا استر ايه الكلام ده طب ليه كده انا اولا اول واحد انت كنت بعتها كان غير مؤهل اصلا انه هو يخش المانيا وكان عايز يسافر المانيا واوراقه مش كويسة وهيخش ترفض فانا عشان انا بعزك قلت له لأ مش هينفع تخش انا عارف انه هياخد رفضة هياخد رفضة لانه اوراقه مش كاملة حتى كشف حسابه مش جايب 20% من تكاليف الرحلة ازاي يقبله طيب يعني والنفرد انه هيترفض ما يترفض انت زعلان في ايه مش هتاخد فلوسك لا ما هو لما يترفضك وانت هترجع تزعلي بقى تقولي الكلام اللي انا بقوله عنك في الحلقات كده انا النهاردة بتكلم احنا بقول في حلقاتنا او كل حلقات اللي فاتت قلتنا ان احنا برجع الورق الورق اللي لا يصلح وشكين فين هو ما ينفعش اصلا السفارة مش طلبه ومش الدوكمنت الورق بتاعت السفارة طلبه هنقدمه ازاي هو مش لم فلوس طب ما معلش طب ما انت تعملي الورق او ما انا جايلك ليه لا احنا بناش نعمل ورق احنا بنعمل application وبناخدلك معات وبنقولك حضاري ورق ايه اما اللي عامل ورق ده نصاب مزور لا معلش ما هقولك برضو حاجة انا راح اعملو كشف حساب طب عاملو له من ايه ايوه ايوه انا انا يعني جات واحدة صاحبتي اقيتلي هما قالوا لا فهي راحب لشركة تانية ده تزوير انا تحبيسي صاحبتك على اوه ما ينفعش ده اوراق حكومية اوراق قانونية ازاي تعمليه تكشف حساب بنك يعني ده ما ينفعش يتعمد لا ما ينفعش ده تزوير ده تزوير خذي بالك بقى مشكلة مش في كده بيشفين حتى لو عدى ان هو ما حدش مسكك وانت بتزواري انتي ممكن تجيبيلهم مدى الحياة بلوكة من الاتحاد الاوروبي لو هم عارفوا يعني مش ان هي تترفض بس لا ده يمكن ان تتخلش مرة تانية لا 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 في ناس كتير جدا فينا مازج موجودة دلوقتي هيجيبها لك واخدب لك واخدب لك وبتاخد التأشيرة وبعد ما بتوصل المطار بيرفضوها بسبب تزوير اوراق وبياخد بلوكة خالص وما بتقبلوش ده ظنهم تاني هي ترفضت عشان انا اكون امينة معاك بس يعني رياحة يعني عارف رياحة انت جاي عني حاضر رياحة لما هي عمل لها التأشيرة وبقى شاف ان ورائها تمام وكل نسبة القبول والرفض خاصة بالسفارة خلاص يعني لازم وراءها قانوني هي حقا القانوني من السفارة وورائها تمام هي السفارة ما اقتنعش بها ده موضوع تاني عكس ما كون انا عارف ان هي السفارة مش هتقبل ورائها وهترفضها ودخلها ده في فرق جبير او من الاتنين يعني مش كل اللي بدخله وبأضمن ان هو هياخدها ولكن الشك التاني ان هو ايه ان انا بقدم لك الاوراق المطلوبة السفارة قلت لنا واحد اتنين تلاتة اربعة احنا عماننا لك واحد اتنين تلاتة اربعة والتكات خلاص هو بعت قبل اترفض ده قرار للسفير او كونسول اللي بيراجع مش بتاعي خالص لكن انا مكتمل الاوراق فخدت حق القانوني وخمسين في الماء ورفضه وخمسين في الماء قبول حسب السفارة ما شايفاني لكن النهاردة ان انا عارف ان انت ورائك اصلا مش هيتمرر مش هيتمرر وقولك يلا تعالي عشان انتو ملكوش معارف في السفارة ازاي معارف يعني ايه معارف طيب يعني المفروض اعمل ايه اعرف السفارة يعني احنا بي انا في شركة روح طابل كده قال لي لا احنا لنا معارف جوه وانسلكلك مش عارف بيمسك القلم بتاع السفير وبيمدي مكانه مزور ما فيش حد يمسك مكان القلم الكنسول ويمدي مكان يعني معارف جوه والسكة جديدة ايه معارف هيعمل ايه ورقة غير قابل ده قانون ده هو لوزارة خارجية وهجرة غير شرعية وبلاد بتخش مجلس امن وتطلع مجلس امن وكوصص كبيرة ازاي يعني هيبقى السفير سايب اللي وراوله قدامه جاي عشان يسفر خمسة من هنا بمعارف هي الموضوع مش انا قاسف يعني مش عاديم مش فحلوة هو الموضوع كله هل انت قابلة للسفر للدولة دي انا النهاردة حاطت قانون لبيتي اللي هيخش بيتي كله بيس ازرق فازرق انا حر انا حر انا بقى لما خشها قلبي ساحمر فاحمر يبقى انا جاي اقصر اصلا قانون البيت عندي بقى مش هدخلك انا حر طيب دي كتا قول واحدة ماشي بروقة ماشي وانا عارف انك هتاكلني في الكلمة تمام في حد جالك وكان عايز يسافر بلد معينة انت قلت له لا ما عليش يروح بلد تانية هو عايز يسافر البلد دي انت تودي بلد تانية ليه عشان برضو السؤال اللي انت سألته ليه في حلقة رقم ثلاثة لو تفتكري الحلقة اللي عادت تقصر الدنيا سوشال ميدي اه اللي جابت 2 مليون دي الحلقة اللي انت سألتيني السؤال ده ايه اسهل دولة المصريين فيش حاجة اسمها اسهل دولة في حاجة اسمها انت اورائك توديكي فين يعني مثلا مثلا انت النهاردة دولة اسلامية ما فياش احتفالات كريسماس وانت مسيحية فجاي تقدمي معي عشان عايز تطلعي رحلة كريسماس هدخلك دولة تكون فيها الطابع الكنائسي اكتر عشان تصلي في القيام تعملي فانت كمسيحية فانا اخترتلك الدولة اللي تناسبك وتناسب رحلتك وفكرتك لكن او انا جاي اقول في عز التالج مثلا دلوقتي او في عز التالج انت راح مثلا تقعودي على سواحل اوبروس مش منطق صح كلا ولا غلط لكن لما اقول ان انت رايح اليونان راح اقتينها تزور الكنيسة واحد اثنين وثلاثة واربعة خاصاتها من اكبر الكنيس موجودة في اليونان يبقى انا قدمتلك بسبب مكنع فدي حاجة دي انت بقى اللي عارفها يعني يمنهاش قانون ممكن مثلا الاستاذ اللي بعديلك قلتلك لا خلينا كذا وخدي التأشير صح ولا غلط خدوا لا خدوا في ناس خدوا شكروا فيكم وقالوا ان انتوا بضلتم معاهم بعد السفر ميش انا لا امكر تهزة هو انا اعز اقول لك النهاردة اللي برضو فيه ناس ما تعرفوش كتير جدا ان انت لما تخدي تأشيرة اتحد اوروبي شينجل عامة تقدر تخش 26 دولة يعني بعد ما بتخش اوه انت مثلا خدت تأشيرة اسبانيا انزلي مدريد وبعد كده طلعي بعد كده روح البلد خش 26 دولة براحتك فعلا اه هي الدولة هي اسمها تأشيرة شينجل 26 دولة فاحنا بعد نشوف الدولة الانسب ليك فكرها راجل طبيب عايز يروح يحضر مؤتمر في المانيا فده دايريكت على المانيا مش هنقوله تعالى يمين وتعالى شمين دايريكت خلاص فيه مؤتمر معروف والدولة عارفة ان فيه مؤتمر طبي في التوقيت اللي زي ده ازاي جا اقوله تعالى روح السويد مثلا ايه وصح ايه بقى يبقى انا النهاردة بمشي على دماغة هو عايز يروح السويد لا ممشي عايز ما انت عايز انت جايش هنتسأني انا بقولك دا كده هتخش ما ديكش سبب مكنة والبلد دي هكون احسن ما يكون لها اتحاد اوروبي وتقدر تروح وتقدر تروح الا الا لو انت راجل حصل على تأشيرات اكتر من مرة وانت ما بعتليش حد حصل على تأشيرات اكتر من مرة فده بقى ده اللي بنقعد نشغل دماغنا فيه ازاي بقى لمهانت النهاردة لما يكون حصل على اوروبا قبل كده اكتر من مرة خلاص اسبابك او غير اسبابك انت حد حصل قبل كده على تأشيرات او مكسرتيش فانت انتررستد ما بينك ما بيسه فالصفارة شايفاك ان انت حد ملتزم واحد جوازه ابيض او مرة تشوفين مقلقين منه ورده ممكن يكسر ينفع بقى دخلي بيتك لوحده من غير ما تعارفين خلاص فبيبقى مقلق منه فلازم نقدم اسباب قوية للقبول تمام دخلتك في تانية تمام في واحدة بقى لا بنتي محضر الحال لا انا انا زعلانة انا اصلا اتحركت جدا لا يا جماعة دا اتكلمتو استاذ احمد بناء لا انا قلت بقى ايجا احرجك على الهوام الاخر في واحدة قلتلي معلش يعني هو بيتقنعر علينا ليه انا هتديله فلوسه واول مسافر هبعطله الثلاثين الف قالتلي كده انا قلتلي انا ما باخدش فلوس ما باخدش فلوس ايه لا انا باخد فلوس ما قبل التأشيره بس وهي بتدفع الفيز بتاعتها انا ما باخدش فلوس بعد اللي اميني اللي قالي ان شالكالما دي برضو قلتلي اول مبالح ايوه انا ما باخدش فلوس بعد تأشيره انا باخد مثلا المعد مثلا سفارة السويد ايوه ب3500 جنيه امعاد اوكي اوكي كده خلاص انت بتدفع الفيز بتاعك في السفارة وانت بتقدم الورع لو ما يقعد ال 117 دولار 100 دولار انا كان بدفعهم بنفسك في السفارة اوكي خدت التأشيره وطرفت انا ما عرفكيش تاني انا ما باخدش منك حاجة تاني ايه ده انت ما بتاخدش لأ 30 ألف 40 ألف بعد ده شوف ده شوف ده شوف ايبس ده متعارف عليه على فترة لا ما مش متعارف عليه ومش قانوني ومالوش علاقة خالص انا باخد حق ومعاد ايه بقى اللي خلنا اخد فلوس بعد التأشيره حلويات مثلا بتديني تيبس عشان جبتلي التأشير انا ما جبتش حاجة انا نظمتلك وخدت حق انظامي بعد التأشيره ما خدش حاجة والله انت بتثبت انت ملكش اي تدخل في ان انت تجيب بي اي حاجة خالص اي حد يقول كده بقى نصاب اي حد يقولي انا عندي تدخل لنسبة 1% نواية بقبول التأشيره ويرفضه نصاب اعلنية ان كده نصاب انا بقولك اللي يقولك انا عندي نسبة 1% ان التأشيره دي جاية مش بقولك 99% نصاب لان احنا بنقدم ورق لمكتب خدمية بياخد الورق يروح بيه عالصفارة احنا ما بنشوفهوش بيرجع من الصفارة على العميل نفسه وبيستلم بصبره بنفسه وبيشوف قبله ورفضه لو رفض هل انا اما بيترفض برجع له فلوسه لا طبعا خلاص انا خدت حق الفيز بتاعتي مش معنا اما يتابل اخد منه فلوسه طيب اتصلحنا خلاص احنا نقوم دبوس على راس بعد بعد العركة عركة اسكندراني اولا بقى خليني يبريك لك على حق تي اول حاجة انت شارك الغير طبيعي على السوشال ميديا وان انت بقيت مكسر الدنيا لايفات ولايفات حميدة ما بنطلعش نعمل حاجة خارجة انت بتدي استشارات مجانية لاي حد بيدخل يسألك على اي حاجة انا برضو بعمل استشارات مجانية على اللايف لان انا عملت استشارات المقابلات بفلوس ومستة لاف والله اقل لي كده على اللايف مش عارف ان يقل لي ليه ايوه لا معليش اصلي انا الموضوع ده مديني انا مستفزيني جد انا كنت بكلم حد بيقولي اه استاذ احمد حد ده قلي هجيبلك معايد منه بستة لاف جيه طوله تعمل ايه في الستة قلي عشان هو ده اتكلم معي احنا بس ننظمنا موضوع اللي هيحجز كموعيد عشان ضغط الكلام ده كله قلنا ان فيه فيه زي زي ما بيقوله ايه جدية حضور وكلام ده كله كالتزام موعيد عملنا تلتمية جنيه معرفش بقى لقيت واحد داخل على اللايب بيقولي واحد قلي هيجيبلي معاد منك بستة لاف جيه ما وعيدك بقيت سؤوسوه خلط بقيت سؤوسوه ده بقيت تأسباني انا ولا بقيت تأسبارت تأسباني ولا ايه لا موجود معايد بفيش الكلام ده خلال هو بس دايما الانتشار انا شايف ان الانتشار دايما بيجيب عواقب فدي بيكون من العواقب يعني بيكون من الايه من عدم التنظيم ضغط الشغط طبيعي هنغلط وطبيعي بنغلط ما لنفرد بسرعة العميل مثلا العميل تأخرنا عليه عشان عندنا ضغط شغل كبير التلفونات كتير معرفناش نرد فبنرجع نتكلم تاني ده اهمال ما بولكيش انه هو مش اهمال اداري ولكن موجود الحمد لله بفضل الله بحجم الشغل عندنا مش موجود عشان خاطر احنا مقبرين مش عايزين نشترك اه ده فيه فرق ما بين الاتنين اما فكرة ان انت فكرة السوشال ميديا انا بصراحة عملت لقيت ان في ناس كتير جدا حب ان هي تسأل سؤال وبتوقع تبعت لا انا عايز اسأله هو طب انا عايز اكلمه هو ففكرت في فكرة اللايفات والفيديوهات ان احنا نقدم المحتوى يبقى هو قدامه في الفري على السوشال ميديا سواء انا موجود لايف بيتكلم معايا وبيسألني وانا برد عليه الحمد لله ما فيش حد بيسألني على حاجة ما بردش عليها كاملة واللي بلاقي ان هو محتاج نتكلم اكتر بقول له تواصل مع الشباب من خلال ارقام وهنصقه معاك مكلمة فول فري بنتكلم ونقلص وبيعمله كل حاجة بس هنا في نظام لان انا برضو ببقى عندي حاجة تانية يعني عندي برضو البزنس بتاعي عايز عندي حاجات عايز اعملها عندي ترتيبات بتطول الوقت بتطول اه عندي حاجات تانية فلو عملت لو خصصت خليط الوقت فول فري كده الناس مش يعني اي وقت مش هتدرك قيمة الوقت بتاعك هو بقى وممكن بقى زي ما زميلتك كده قالت تريس تقريبا قالت لك هو متقنع لا هو مش كده هو مش فاهم هو مش عارف اللي مورا لا لا خلص لا انا رديت عملا اممنا اللي كاسبت اي 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 تفتكر ان انا يعني هغلبك انا عارف هو النهاردة النهاردة العميل لازم بفاهم ان انا ممكن انت جايلي النهاردة عشان تاخد منه استشارة او جاي عشان تعمل عندي حاجة اللي اقول لك عليه عمله اما ما تجليش لسبب انت لو عارف جايلي ليه عندك حق صح انت لو عارف جايلي ليه انا فعنا مع راشمة مش شغلي انت جايلي عشان تسألني اوكي طب انت مقتنع بيا فانت جتلي شكرا انت الحد هنا فوق دماغي اعمل بقى اللي نقول لك عليه سواء بالقبول او بالرفض اعمل اللي نقول لك عشان احنا لو نجحنا هتقال هتطلع تشكرنا وتقول الناس دي بتفهم لو ما نجحناش هترجع تقول الناس دي اخفقت فاسمع كلامنا صح عندك حق باريك لك للمرة التانية بقى على فرع الامارات رسميا تم افتتاح للمرة التانية بعد كورونا فرع في الامارات وده مرخص وبورق مش مجرد مكتب كده ولا بيت احنا عاملين ولا اي حاجة هو كيان قائم بالفالك جيل هناك كان من قبل الكورونا وكنا احنا ببارتنر سياح بتاعه اسمه بيزنستا ده في الاساس اه ده في الاساس اسمه بيزنستا ده مجموعة شباب مصرية مقيمة في الامارات بقالها كتير عاملة فكرة هيلة جدا جدا معالينا هاخد منوح الاعلان احنا خدنا الشق السياحي واونا لان احنا جينا في فترة الكورونا اقفنا وخدنا الجزء السياحي وابتدينا ان نعمل خدماتنا هتكون موجودة هناك بشكل كامل في الامارات ان شاء الله من يوم واحد حداشر هقوموا تواجد شهر نوفمبر كله في الامارات طبعا شرفني المقيمين اللي حبيبين بيعودوا على اللايف يعودوا يسألوك شرفوني طبعا فول فري مفيش فيزن لا استنى استنى ايه ده هيقبلوك من غير ستلاف اه من غير ستلاف ما هنكس التلاف درهم بقى بصراحة حلوية اوك انا جاي اشتغل معاكم هنه هنكس التلاف جنيه هنه هنكس التلاف درهم فالواحد تبقع لك الشهر ده تباليش اه فول فري المقابلات كلها موجودة اللي انا موجود فيها فول فري اللي حبيب يستعلم طبعا خدمتنا هناك نفس خدمات ان انت كاينك قاعد في مصر سواء حجز طيران او حجز قوتلات حول العالم حتى الشغالين مصريين او تأشيرات مش مصريين انا شغالين كل الخدمات بس بما اننا مصريين لازم نسيرفز اكتر عن مصريين لازم نقدر اقوم بزيادة حتى التأشيرات عايز يقدم اوروبا كندا امريكا تأشيرات الانلاين ان يقدر يستخرجها من هناك طالما هو معا اقامة مصرية نقدر نقدم له نفس الخدمات اللي بنقدمها في رو مصر طب ليه نعمل فرع ما انتوا كده كده كنتوا بتقدروا تخلصولي الورق ده وانتوا ملكوش فرع في الاماروات يعني دي تكلفة زيادة اعتقد وكوست ومجهود طيب هو الاستوديو اللي احنا عادين فيه هنا دلوقتي ده مش ده ليه ترخيص طبعا طمام ايه الميزة انه ياخد الترخيص بيبقى ليه مميزات طبعا من انت الانتاج الاعلامي ليه مميزات كتير قوي بياخدها صح كده نفس القصة لما بتفتحي فرع في اي مكان بتاخدي مميزات الدولة مميزات دي انت بتاخديها تسوقيها وبعيها وتكسبي منها للكلاند زي ايه مثلا حاجات كتير انت النهاردة بتتكلمي مثلا في بعض المشاكل في الطيران دلوقتي الخارجي ان انت تحجيزي الطيران عشان العملة عشان معرفش ايه هو عايز يحجز من الامارات لمصر مش عايز يدفع لا بالدرهم ولا بالدولار عايز يدفع بالمصر اوكي ادفع في الحساب المصري واخد طيرانك من الناس لا استنى يا انا ممكن ادفع عادي بالمصري واخد الخدمة في البلد في الامارات لا فيش ايه مشكلة خالص الله طب ده حلوة قوي ده عادي جدا طيب اوكي ايه تاني مثلا مميزات ده اكبر مميزات ان انت بتقدمي سيرفز مميزة الاكبر نحن هنبتدي هناك كمان عشان معانا كيان زي بيزنس نبكيان كبير جدا في الدولة وليه وجود كبير هناك جدا هي فكرة سمارتة طبعا صحابها فكرة سمارتة جدا ولكن الخدمات اللي احنا هناخدها منهم وهنشغلها هي تأشيرات الـ انا اسف الاقامات الـ والاقامات الحرة ده هنبتدي نشتغل فيه هناك كمان ناس اللي حابة تعمل اقامات حرة وحابة تعمل الاقامات اللي هي الدائمة ده هنشتغل فيه هناك وهنكون فيه بعض المجالات المشتقة من السياحة هنبتدي ناكتفها هناك موجودة ان شاء الله طيب خلينا اقولك انا دلوقتي لو عايزة اطلع التأشيرة بتاعتي للامارات ده بيسهل للدنيا او بيكون الوقت اقل بكتير ولا لا ما بيفرقش بيفرق لان انت لو هنا انا عبالما بدفع هناك لو انا مثلا هنا في مصر عبالما بحاول فلسه بتقود لها 3-4 ايام وعبالما بتخش ممكن تقود لها يومين يومين فممكن تتأخر معاه خاصة لو الميهن اللي هي القوية يعني في ميهن مثلا طبيب معرفش المفروض انها ربع ساعة وتطلع التأشيرة فتقود معاه 5-6 ايام فده مش ممكن ليه بقى ده الفرق فيه في حاجة اسمها بوست اللي هي الدفع التأشيرة فلما دفعت على السيستم بتاع الدولة الفلوس بتاع التأشيرة مفروض تأشيرة ساعة ساعتين وتطلع إلا لو عليهم رجع فعلا يعني ده احنا بنقول 48 ساعة احنا بنكلم على الميهن اللي هو لي عشان بس الناس تاخدناش الموضوع تاني اه اه ان في الميهن الضعيفة دي بتقود 20 يوم اصدار بس برضو ماش يعني وقت كويس اللي هو بدون ميهن خالص الكلام ده كله بياخد فترة اصدار فانت النهاردة لا احنا وفرنا الكلام ده كله هدخلك على أحداث أسرع ان احنا عملنا زي application ويبسايت بالAI هيقدر يساعدك كتير جدا من هناك من وانت هنا في مصر ان انت ترفعي باسبورك والصورة خلفية بيضاء والتأشيرة هجليك على الواتساب وعلى ايميل خلال من ساعة لـ 48 ساعة طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني نشوف احكاية الـ 48 ساعة فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية ورجعنا تاني وانت قاعد في بيتك عن طريق تليفونك تقدر تقدم على التأشيرة وتاخدها وتعرف اذا كنت اتقابلت او اترفضت واترفضت لي ولو حصل لك اي مشكلة او اي عطل تلاقي حد بيساعدك في وقتها الحكاية دي هي الـ application اللي عملها استاذ احمد الشيخ كالعادة بيطور سريعا جدا في السياحة طول الوقت ايه حكاية الـ application ده هو احنا قررنا نعمل الخدمات للناس بشكل أسرع على سنة احنا فيه حاجات مش بتبقى محتاجة أكتر مننا عايز منك صورة الجواز الصفر وصورة خلفها بيضاء زي التأشيرات اللي هي الـ e-visa اللي هي الـ online ارمانيا جورجيا قطر الكلام ده كله مش محتاج منك حاجات كتير فبدا ما تتواصل وده يتأخر عليك وده يعمل فعملنا لك زي application سريع هترفع عليه صورة الباسبور وصورة خلفها بيضاء وهيبتدي تأخذ إجراءات التأشير عطول سريعا وأول ما يجي الرد طبعا لازم هتذكر لنا ايميل ورقم تليفون على واتساب أو رقم تليفون شخصي وخلاص ده كل المطلوب منك وانا في البيت وانت قاعدة في البيت اوكي هيجيلك بقى القبول والرفض احنا خلاص وصلناك عملنا لك التأشير ووصلناك احنا نتكلم في رينجو 48 ساعة ده 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 يعني اقل من ساعة هيكون تم التأديم يعني في ساعة واحدة هيكون تم التأديم خلاص خلص التأديم التأشير تصداري بعد ساعة 48 ساعة عندك سواء الامارات أو غيره اهن كان خذ بالك ان في نقطة من الناس مش عارفاها الناس فاكرة ان احنا بنتحكم ان احنا بنتحكم في مدة اصدار التأشيرة دي اكبر كتبة بتشعل الناس لا لا خالص خالص احنا في وزارة هجرة احنا ملناش حلقة بيها خالق احنا بنقدم عليها ايه اللي احنا ممكن نبقى عيب فيه أو عندنا عيب فيه ان التأشيرة ما تقدمتش اتأخرت في التأديم فده كده عيب من عندنا لكن انت من حقك على فكرة انت مثلا بالنسبة الامارات خلاني نتكلم عدولة زي الامارات زي ارمينيا تقدر بعد ما تقدم تقولي دي الريفرنس بتاعي تخش تأكد في ساعتها انها بإم بروساس فهي إم بروساس خلاص انا قدمت انت كده اللي بني وجانك خلص استنى أقولك ورافضك ده في ساعتها انا معنجيش معنجيش سلطة واحد في المياه ان انا اقولك بتأشيرة طالعة بالوقت انا بحب صراحتك دي اللي هي لازم اخد باك ده رايح الكلينت نفسه لما هو يجي يتقدم وبقى فهم من ده مش شيء من عندي هو انت مش جاي لوزارة هجرة انت جاي لشركة سياحة كل اللي بتعمله انتري تقدم الانتري باحتراف وتخلص لك ورقك باحتراف بعد كده انت اتنقلت الحاجة تانية اسمها وزارة الهجرة لطبع للدولة مش بتاعتي مش بتاعتي خالص طيب دلوقتي فيه ناس كتير او يبتوا عايزة تسافر الامارات سواء تدور على شغل لان بقى فيه طبعا فرص عمل كتير هناك او على الاقل تروح مثلا تجيب حاجات تباعها في مصر او 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 انتو تقدروا تساعدوا في دفء ايه انا مليش دعوة بموضاع الاعمالة خالص او موضاع العمل ولكن لا اقدر اعمله اللي هي الاقامة الحرة انا بعملك اقامة حرة سواء يعني واحد من الناس مثلا بعمل اقامة حرة مثلا او اعمل اقامة حرة عشان ممكن اطلع خمس ست مرات في السنة لامارات مثلا فمعايا اقامة اروح وارجع بها بده ما بعمل تأشيرة كل شوية مثلا في واحد تاني بيروح يجيب زي ما انت قلت بيجيب بضايع وبرجع فيه دكتور بيحضر مؤتمرات فده ممكن لو جيت جمعت حق التأشيرات النهاردة فيه تأشيرة وسطة شهرين وسطة الـ 14000 جنيه تأشيرة الشهرين المهنة الضعيفة ف14000 جنيه فانت النهاردة لو جمعت كل ده سفرت خمس ست مرات طيب انا اعمل اقامة تبقى معايا سنتين سنتين فليها خدمات كتير غير الـ طيب غير الـ بزنس يعني غير العمل بس طيب سريعا جدا 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 ايه حكاية السودة والموعيد اللي بتتاخد في السفارات من تحت التحرك والله فيه سفارة زي اسبانيا وزي ايطاليا احنا من السيستمات بتاعتهم ما بتفتحش اللحظات وبيسيطر عليها بعض من الكراصنا في الموعيد فتبطر بتتباع بالسودة السودة اغلى من تمانا وانا واحد من الناس من المضطرة بيحها اغلى من تمانا غصبا عني عشان اقدر اوفرها للعميل لان دي خدمة لازم اوفرها معقول يعني احنا بين بيع اسبانيا وايطاليا ملفين الوحيدين 5500 جنيه على ان المعاد اصلا ب1085 مع ان انا اعرف ان الموعيد دي بتبقى اغلى من كده برا لا مش دعوة انا بكلمك بصي انا اللي بدفعه فبحط عليه البروفي بتاعي وخلاص اشتركوا في حكاية جديدة لأسف حلقتنا خلصت استمتعت بيها جدا اتمنى انتم كمان تكونوا استفدتوا بيها اشوفكم في حكاية جديدة من حكاية نجاح كانت معكم كريستينا جمال